السلام عليكم و مرحبا بكم في كزينة أستاذ لميمي اليوم وصفة سهلة و مهلة تندير في دقائق بلا ما تضلوا تحوسوا على ورقة الديول مرات ما تكونش عنا كونو طايحين أمبال ما أنا با عنفي باش نخدموها ما كانش من نشروها جبت لكم بديل ورقة البسطيلة و جبت لكم بلا عجينة في ساع بطريقة سهلة شي خصنا خصنا ورقة طورتية نص حبة بصلة كوري نص مغرف كوري حرور مغرف صغيرة حرور أو فلفل أسود 10 سنتilitر كرم فرش دجاج صغير زوج مغارف كبار الزيت و فرماج يكون يدو بمليح خليط من فرماج مكعبات و فرماج الاخر نضيف الكرم فرش نضيف الكرم فرش خليط من فرش و اختيار الكرم فرش و اختيار الفرش و تقرير فرش لا تقوم بصلا تتحمر لن يجب ان تقال بصلا والتشجاج و لا تزال بالتخليط يجب ان يتم تتحمير لن يجب ان تقل بصلا والتشجاج نضيف 10 سنتيليتر نضيف 4 مغرفة صغيرة حرور نضيف 4 مغرفة كوري نضيف توابل اختيارية نضيف 10 سنتيليتر نضيف من المحفة نضيف 4 مغرفة كوري نضيف 10 سنتيليتر لتحضير المحفة نضيف 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 مربعات من الوصف بعد أن تبعد الوصف نضيف مربعات من الوصف يوجد مربعات من الوصف نضيف مربعات من الوصف نضيف مربعات من الوصف نضيف المزاريلا ونضيف من الوصف نضيف مفضل سوف نخدم ورقة الطورتية كما نخدم جول ورقة البوراك ورقة البستيلة نخدمها بنفس الطريقة نقسمها على اثنين نقسمها على اربعة هنا للعلم تقدوها كبيرة كما هكا وتشدوها بكوردان الفوق تشدوها بكوردان لك سوف يكون هناك ورقة كبيرة بتاع المقبلة تشدوها في رمضان في الأيام العادية تشدوها بفطور أو عشاء تشدوها حتى البطاطا تخلط البطاطا تشدوها جوغ الطاكوس ولكن صغير ما يجيش تنكمال الطاكوس العادي اللي نعرفوه على العلم رها عندي وصفة شابة بزيف وخاطيرة تار الطاكوس بصوص خوماجر جي بنينة بزيف رها في القناة نخليلكم هنا رابط تحا كليكو غيهنا سر لأي سوف تشدوها في الفيديو تار الطاكوس هو ثاني يجي بنين بزيف كما راكو تشوفو نكمل مع الوصفة ندير جوغ مثلث ونحاول باش نزير مليح هنا هاد الخبز اللي في حاجة مليحة سكو يساعدكم في الخدمة ما يدرانجيكم جاعة تخدموه فاسيلا ولكن خفتو تنفتح لكم الشمخوغي صباحكم بالماء وقعدوا تبريسوا وقعدوا تضغطوا مليح على الحواف يلسق بدون اي مشكلة كما راكو تشوفو راني نطوي عاد ندخل الحشوة باش ندخل لماكسيما متاع الحشوة يعني ما فيها سر اخر باش الحشوة تخلي حتى الداخل ما يجيش بلاسة فيها فيها الدجاج و بلاسة ما فيهاش هاد الطريقة خدو تديروها باللحم المفروم او بالطن بدون مشكل يعني هاد الحشوة اختيارية دونك هوا نبلي زوجة غير باش تشوفو سهولة الطي ومن بعد اهنا في هاد الاتناء غادي ندير المقلاد تعي تسخن على نار متوسطة ندير فيها غي واحد شوية تعزيت ماشي بزاف دونك نوريكم الكوانتية تعزيت اللي في اللي لازم يكون في المقلاد دونك هنا بعد ما دلتم في طبق تقديم بانسور ننفوتوهم في ورقة صوبالة عاد نحطوهم في الطبق تقديم باش نقلع لهم ادك الزائد تعزيت شوفوا الشكل تاحهم كيفاش داير متداخل ويجي بنين بزاف صدقوني انا نديرها بورميز انفان سي المقبلة المفضلة عندهم جاي فيهم بني الطاكوس وهو عنده لفومة البوريك اللي نعرفوه سفي مقبلة بمذاق اخر وسهل بزاف بلا من ندلوا نكسر واصلنا بالعجينة نتمنى بان الله يكون عجبكم هذا الفيديو ان شاء الله يا ربي عقوبة الفيديو اخر ما بغى غير علي نقولكم سلام نعرفوه حماري لانهم في الساعة حمارو يعني ما ميطولش وياخد اللون يدي اللون الدهابي يعني ويدي اللون دهابي شباب بزاف كيميرا كو تشوفوا والبنة تعاها رائعة مات كاتروش الزيت بس كوا خبز دجا راه بخي كوي راه طاكي بنص طياب يعني ما يحتاج طيابك طويل في المقلاد 30 أو 40 ثقافة يجب أن تكون مقلياً كما يجب أن تكون مقلياً يجب أن تكون مقلياً يجب أن تكون مقلياً